آخر تطورات المنخفض الجوي المؤثر على الأردن والتفاصيل بعد هذا الفاصل مساء الخير يستمر تأثير المنخفض الجوي المصنف بأنه من الدرجة الثانية على المملكة خلال اليوم الثلاثة بحيث يكون التقس شتوي الطابع وغالبا غائم معه طوزخات من الأمطار بين الحين والآخر وهذه الأمطار تكون على فترات متباعدة زمنيا في أجزاء من شمال ووسط المملكة وأيضا بعض من الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد ويتوقع أن تبقى المملكة يوم الأربعاء تحت تأثير تيارات غربية رطبة تندفع إلى المنطقة خلف هذا المنخفض الجوي وبالتالي تبقى الأجواء مائلة للبرودة نهارا وغائمة جزئيا مع احتمالية لهطول زخات متفرقة من الأمطار بمشيئة الله في بعض المناطق بخاصة الأجزاء من شمال ووسط المملكة على أن تتراجع فرص الأمطار في أغلب المناطق ليلة الأربعاء على يوم الخميس ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي ليلة الأربعاء على الخميس وساعات الفجر وصباح الباكر من يوم الخميس بحيث تبلغ الصغرى حينها حوالي 10 درجات مئوية في العديد من المرتفعات الجبلية بما في ذلك مرتفعات العاصمة عمان ويكون الطقس حينها باردا كما تعبر غيوم منخفضة ملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب دمتم في أمان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري